ما تزال مدينة أوكلتان تحمل ندوب الهجوم الذي شنته عصابة الجيل الجديد المكسيكية لتجار المخدرات على قوات الأمن إذ ما زال ممكنا رؤية أثار إطلاق النار على الجدران وبقع الدماء على الأرصفة وقد أسفر الكمين الذي شهدته المدينة في التاسع عشر من أثار مارس عن سقوط أحد عشر قطيلا هم خمسة عناصر من الدرك وثلاثة مجرمين محتملين وثلاثة مهربين ما شكل شرارة انطلاق لمواجهة محمومة بين هذه العصابة المدججة بالسلاح والشرطة في ولاية خاليسكو مهد موسيكي المارياتش المكسيكيين وقد تصاعدت حدة العنف في الولاية في السادس من نيسان إبريل مع كمين نفذته عصابة الجيل الجديد على موكب للشرطة الإقليمية أسفر عن سقوط خمسة عشر قطيلا في صفوف الشرطة في أسوأ هجوم لقوات الأمن منذ الحرب التي أطلقتها السلطات المكسيكية على تجار المخدرات عام 2006 كما أن حكومة الولايات المتحدة بدأت تركز اهتمامها على هذه العصابة وقد أمرت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي بتجميد كل الأصول المملوكة على أراضيها من جانب المانشتو والذي يعتبر زعيم هذه المنظمة المتفرعة في كل قرات العالم